برحب بحضراتكم مشاهدين الكرام برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم صاحب الفترة أهلا بحضرتك فضل الشيخ منصور الشام الدمالهوري كان واحد من أعلام التلاوة في النص الأول من القرن العشرين إيه اللي كان بيميزه عن باقي القراء اللي كانوا موجودين في الفترة دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا محمد منصور من مدينة الدمالهور واشتهر منصور الشامي الدمالهوري بهذا الاسم نزل إلى مدينة الدمالهور بعدما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأتقنه وتميز صوته وهو صغير هو ولد 1906 ولم يمكث معنا كثيرا حيث رحل عن عالمنا وهو عنده 53 سنة يبقى مات سنة 59 فهو مات مع الرعيم الأول زي رفعت لما شفناه سنة 50 مثلا بس طبعا رفعت كان مواليد 1880 لكن هنا شاب مات شابا صويرا في بعض الناس ما يعرفوهوش من أجل المسافة الأوليلة اللي حضرها وإن كانت كانت ثرية وحياته كانت ثرية ومازال أثره باقي إلى يوم الناس يهازل 1906 وانتقى ل 1959 هو في مدينة ضمنهور وبدأ الناس يتعلقون به ويجيبوه فيه المآدم والليالي وكذا إلى آخره والمناسبات المختلفة ضاقت عليه مدينة ضمنهور بما راحه بات يعني مش مكفيه مش مش محققه قاله الأمل بتاعه الأمل بتاعه أنه هو ينزل مصر راح الأول ياخد دورة كده تدريبية أو تعليمية أو يتقن الاتلاوة والقراءة إلى طنطة طنطة طول عمرها كانت هي مقر ومركز صنايعية التلاوة صنايعية التلاوة كانوا يحررون العين العين دي منطقنا كده لكن هم لا ده يعني هو حتى في الآخر وبيقول صدق الله العاة العين طلع من جوه من الحلق زي ما تكون ايه من أورا الوحدا هكذا من كنز يعني العظيم العاة عاة يعني ما بيقولش صدق الله العظيم كده بغلط العظيم وتبقى وقعت في الصنايعية دول اللي هم يزعلوا الحكاية دي صدق الله العاة مش العاة العاة وليهم في ذلك أحوال فهو اتعلم بقى ايه بالدقة دي مفيش عاة في عاة في جزء الى آخره اتعلم في طنطة وبعدين نزل الى القاهرة القاهرة بقى فيها الأساطين الشيخ رفعة والشيخ الشاعي والشيخ علي محمود و الى آخره بقى آخر ما زكر وجات الازاعة فتحت الف وتسعمية أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين يعني عنده ثمانية وعشرين سنة قدم وعتمد سنة ستة وثلاثين يعني يدوب سنتين من افتتاح آه سنتين من الازاعة وابتدى ياخد يوم الحد قالوا له تيجي كل يوم حد علشان كان أغلب القراءات بتبقى على الهوى مش عن طريق تسجيل معاد نعم إنما على الهوى ف وفق في هذا وأصبح من مع الهوى مع رفعت وأصبح مع علي محمود وأصبح مع عبد الفتاح الشعشاعي ولذلك ترى إن رفعت مدحه جدا وفرح به جدا واعتبروا إضافة زكية لدولة التلاو الشيخ بعد هذا النجاح والانتشار لأنه بالشكل ده إحنا انتشارنا وبدأ يقدم في وزارة الأوقاف علشان يمسك مسجد فمسك المسجد وفضل يتدرج في المساجد لغاية ما حطوه يمسك مسجد سيدي المرسي أبو العباس ترجمة نانسي قنقر